موسيقى شوف التطرف ده جابوا الجماعات دي من فين؟ عندنا آيات جوة القرآن زي قاتلوهم حتى لا تكون فتنة موجودة في سورة البقرة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لسورة الأنفال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يعني ربنا بيشفي الصدور الناس المغلولة بأنهم يقتلوا هكذا كلمة قوية شوف الآية سورة التوبة يعني زي كأنه بيستمتع بالقتل ده أنا شوفنا الأحبة في مصر عم بيسامح وعم بيغفره إلا أنا يعني إلا أنا أنا مش هقول كل الآيات طبعا لأن الآيات اللي موجودة في القرآن بتتكلم على القتل حاجة وتسعين آية لكن أنا يعني أخدت كده مقتطفات بسيطة من الآيات واقتلوهم حيث ثقفتموهم بس أنا هرجع تاني لسورة التوبة اللي هي بتقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصوركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أو مؤمنين سوري الآية دي بتكلم أن العلاج للغل والكره أن أنا أقتل العلاج الإلهي اللي موجود جوا القرآن للغل والكره هو أني أقتل طب إزاي الناس اللي بتقتل لازالت مغلولة وجواها كم من الكره والحقد والكرهية ليه صدورهم لم تشفى بسبب الرشدة اللي عملها إله الإسلام في سورة التوبة آية 14 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة